السؤال بيقول هل يجوز للخدام يغنوا ويرقصوا ويروحوا حفلات فيها رأسه وشربه؟ يعني السؤال ده مش هتعجبكوا إجابتي طبعاً زمان لما كنا شباب زيكم سألنا حد يعني سأل السؤال ده جالنا رأي من سهوش، كلام ده من 35 سنة جالنا رأي من سخص معتاد الروحاني قال لنا إيه؟ في أي مكان تبقى قاعد يسأل نفسك لو المسيح قاعد في الكرسي اللي جنبك هيبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ يطرى هيقوم ويمشي ولا هيكمل قعدته؟ ولو كان مضطر يقعد طب هيغير شكل القعدة إزاي؟ فالإجابة تكمن في التصور ده لو المسيح مطرح هل هيقبل الزيطة والغيصة والخلاعة والتجاوزات؟ طبعاً لا، طبعاً لأن الإنجل بيقول لا، فمش محتاجة ما نقش لكن لو جو عائلي بريء وفيه أكل حلوة وفيه يعني فرحة بسيطة ما فيهاش خلاعة ولا إباحية ولا ابتزال ولا تهريج رخيص ولا حاجات كتيرة ما ينفعش المسيح دخل عرص قاناة الجليل لكن لن نتصور أبداً أنه قبل السكر ولا قبل الخلاعة مش ممكن نتصورها كتير وإلا الإنجل يبقى بيناقض نفسه فطبعاً فيه تجاوزات الحياة الناس بتقبلها كنوع من المودرنزم يعني أو من الفرنجة أو أنه إحنا بلاش تأفله علينا اللي عاوز السماء مش هيخاف من الكلام ده وأضيق الباب وأكرب الطريق المؤدي للحياة وبعدين اللي شايف أن الفرحة هي كده نحن فيه علامة استفهام على حياته كلها إذا أنت ما تعرفش الفرح الروحي بقى أنت فاهم أنه هو ده الفرح طبعاً ده بتاعدني مش بتاعد المسيح فأنت كده كأنك بتقول أنك مش مسيح لأنه فرح المسيح غير كده خالص فرح الخدمة، فرح الصلاة، فرح التوبة، فرح المحبة، فرح الإنجيل فيه أفرح روحية جميلة جد لكن هذا الجو هو ده اللي بيمثلك الفرح أو البهجة يبقى أنت حساباتك كلها من أخباط يلاقي أي مدى نجامل الناس طب إن جاملهم ليه في حاجة غلط أنت بتكمل على غلطهم أنت بتثبت الغلط، أنت بتضرهم بتوافقهم على حاجة مش مظبوطة يبقى بتزقوهم برا السماء أنت تحب إن الناس دول ما يدخلوش السماء فبت ولا تنبههم إنه ده لا يليق ولو مش عادر تنبههم مش لازم تشارك عقل دور إنك ما تشاركش في مجلس المستهزئين لا يجلس طب مش السؤال ده يتحمل جزء كبير من مجلس مستهزئين ترياءة وهيصة وضحكة ولخبطة ساعات وصح حبائي حكموا ضمائركم هتلاقوا إن في حاجات كتيرة لا طاليق وبالتالي اللي عاوز يبقى حريص إن ربنا فرحان بيه وعاوز يرضي ربنا طبعاً هيتمنع وهيقول لا أنا مش بتاعك كلامت وياخد موقف وعلى فكرة ما تقولوش هم النساء اللي يقولك هزعل منك هيلقيت مئة سبب يزعل بيه منك لأسباب أخر إنما اللي هيحترم حريتك وهيقدر الفاليوز بتاعتك هو ده اللي بيحبك بجد لكن لا تجبر أبداً على مشاركة ضميرك ما يكونش راضي عنه سؤال كمان بيقول بنا كمالة السؤال إن بعض الناس بتقول معلش كلنا بنغلط ونبقى نروح نعترف دي خطية صعبة جداً إن واحد يكون بيغلط على نية اعترف دي الأباء قالوا عنها دي خطية تغضب الله جداً لأن ده استهتار صريح برحمة رباني يبقى المسيح دافع دمه عشان الخطايا وإحنا ننوي نغلط بقولة ما إحنا هنعترف أنت مش فهم التوبة التوبة معناها قرهية الخطية التوبة معناها ده أنت تموت ولا تغلط فتبقى دي تمثيلية كلها حتى الاعترف هنا يبقى تمثيلية من لاش معنى فلازم الواحد يبقى ضميره صاحب